اشتركوا في القناة لبرج القوس لبرج الجدي وعننا خلو مسار برضو انتقال القمر من العقرب للقوس طبعا القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 14 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق وبما ان القمر موجود في برج العقرب لغاية ساعات الصباح فمعناته من ظل أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بالانتقاد والغير وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بشركات التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء أو استئجار بيت أو منزل عما بالنسبة للزوايا البطيئة فاليوم عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة زاوية إيجابية وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم 21-12 ولغاية يوم 23-12 يعني ثلاثة أيام ذروتها يوم 22-12 الساعة 49-47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش فهاي زاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها لغاية يوم 26-12 هاي زاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه يعني لا نعتمد على الحضوض نهائيا بهاي الفترة اللي هي من 17-12 ولغاية 26-12 طبعا برضو من ميل للعيش دون مستوانة وتبدير الأملاك والأموال أهم شي بالفترة هاي نتجنب الإقمار والمضاربات المالية والمغامرات والمراهنات ممكن نتعرض لبعض المشاكل مع السلطات أو العدالة ما هذا الاتصال غالبا بسبب نوع من أنواع المغالاة في النفقات وخسارة المال وفشل المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي ذروتها ساعة 244 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من الآن بوعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهر هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة يعني هاي الزاوية يعني بداية خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 224 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 7 و 12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 7 و 12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر بنتقل وباستقر في برج القوس عشان هيك بنصير نشعر بالابتهاج أكثر جميع الأبراج طبعا ومنجد الناس أكثر مرحا ومنطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال دراسة لغة جديدة الاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و 18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش فبنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا وبرضو منحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تأثير هاي الزاوية من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء الحدث اللي رح يصير اللي هو انتقال الشمس من برج القوس لبرج الجدي رح يتنتقل الشمس اليوم الأربعة 21-12 في تمام الساعة 49 دقيقة مساء من برج القوس لبرج الجدي ورح تظل موجود في برج الجدي لغاية صباح يوم 21 يعني لغاية الساعة 28 و 29 دقيقة صباحا من 21 بظل الشمس موجود في برج الجدي هذا بيعني إنه هاي الفترة فترة أعياد ميلاد موليد برج الجدي عشان هيك من يقول لما كل موليد برج الجدي كل عام وأنتم بكل خير طبعا رح يشعروا بصورة عامة موليد برج الجدي بتحسن تدريجي تدريجي يعني كل ما بيجي يعيد ميلاد شخص فيكو بتبلش سنته الجديدة وبيطرأ على صحتهم على عكس الفترة الماضية اللي سيطر فيها التعب عليهم خسروا أشخاص طلعوا أشخاص من حياتهم ضغوطات كانت عليهم مختلفة فخلال الأسبوع الأربع المذكورة اللي هي القادمة بيجتازوا موليد الأبراج الترابية والمائية يعني الجدي والثور والعذراء والسرطان العقرب الحوت هذولا بيحسوا بفترة أفضل بكثير من فترة الفترة الماضية أو الأسبوع الماضية أكثر الأبراج تعرضا للتعب في هاي الفترة اللي هي الفترة المقبلة هم موليد برج الدلو وموليد برج الأسد وأقلهم موليد برج السرطان لأن الشمس موجود مقابلهم فطاقتهم بتكون ضعيفة شوي بالنسبة للتفاصيل هذا الانتقال موجود في حلقة خاصة اسمها انتقال الشمس فتابعوها وحضروها عشان تعرفوا التأثيرات على جميع الأبراج وكل برج إيش الفائد من يعني اللي رح يكسبها وإيش الأشياء اللي رح يحذر منها يعني أنه رح تكون في بعض المفاجآت خلال هذا الشهر أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا من الآن ولغاية ساعات الصباح لأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايض لبروستاتا عظم العانى والجيناد أما من ساعات الصباح وما بعد عن الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذولا بصيروا أكثر حساسية ولازم نوفر لهم العناية الإضافية طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها ومش في فترة قلو والمسار أما الأعضاء الأخرى في الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد بالليزر طبعا أو بالوظائف الأخرى ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج القوس معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس 22-12 بيبدأ في تمام الساعة 8-15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى يوم الجمعة 23-12 تمام الساعة 47-49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 27 يوم في تمام الساعة 33-32 دقيقة صباحا بيصير عمره 28 يوم نسبة الإضاءة بتصير 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس وبدو ينتقل للجدي حكينا ورح يضل في الجدي لغاية يوم 21 منتحس اليوم بنسبة 40% القمر في العقرب وبدو تنتقل للقوس ورح يضل في القوس ليوم 23-12 سعيد الآن هو بنسبة 15% بعد منتصف الليل بيصير سعيد بنسبة 45% أما في ساعات الصباح بترجع نسبة السعادة إلى 15% في ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 100% الزهرة في الجدي حتى يوم 3-1 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح التركيز كله سيكون على الوضع الأموال المشتركة إما ترتيب وضع مالي أو دفعات أو حل مسائل فوتير أو تحصيل أموال ولكن بيكون تبعدوا عن المشتريات ممكن تهتموا بصحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لا إلكم أما في ساعات الصباح وهنا بتنشطوا في مسائل الهلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء بتصير إيجابية حتى على المستوى العاطفي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود مقابلهم ما زال لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتضل هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع التوتر والضغوطات هي جيدة على مستوى تعزيز الشراكات سواء العاطفية أو المالية أو مع الأزواج أو المصالحات ولكن بتضلك عصبي ومتوتر وطاقتك ضعيفة بدك تنتبه برضو على وضعك الصحي أما من ساعات الصباح القمر رح ينتقل وصير في البيت الثامن فهنا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنك تنجزوا واجباتكم بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية وما تغامروا بالأمور المالية أيضا برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر الآن بدأ بمراحل المقابلة عشان هيك تبدأ الأعمال تتراكم عندكم تشعر بنوع من أنواع الإطراب وبرضو تجد أنه الوضع الصحي عندك متقلب حاول أنك أنت اليوم تهتم بأمورك الصحية إن شعرت بشيء غير اعتيادي ممكن بعضكم يجري بعض الفحصات أو المراجعات الطبية لغاية ساعات الصباح وبرضو في نفس اللحظة ممكن أنه يعمل لوقت إضافي أو يتراكم العمل عنده أو يصير في بعض الأخطاء أما من ساعات الصباح فهنا القمر بصير موجود مقابلكم تماما ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر الشركاء سواء في العمل أو العاطفة وحاضروا من الخلافات وحاولوا أنكم الضخم الأمور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة مناسبة لتحقيق إنجاز الأجواء جيدة ودعمة لكم بقوة على المستوى العاطفي الحب التعارف المغامرات الرحلات ممارسة هواية الاهتمام بالأحبة الأجواء ممتازة جدا لغاية ساعات الصباح حاولوا أنكم تستغلوها بشكل جيد دون فرض السلطة على الأحبة أما من ساعات الصباح فهنا القمر بديو ينتقل للبيت السادس فبدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر ممكن يتراكم العمل خلال هذا اليوم أكثر من المعتاد أو تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم حاولوا أنكم ما تدخلوا بمشاكل مع زملاكم بالعمل واهتموا بصحتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الاهتمام كله رح يكون على مستوى البيت والعائلة ما بين تصليحات ترميمات أعطال التزامات أو حدث معين في بعضكم ممكن يهتم إما باستئجار أو ببيع يعني الأمور العقارية والعائلية والبيتية طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فالأجواء بتتغير بشكل حلو وجميل جدا لأن القمر رح ينتقل ويصير في البيت الخامس فهنا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة فيها انفراجات وتطمينات ورومانسيات بشكل قوي جدا بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا التركيز كله رح يكون على الأمور اللي إلها علاقة بالحركة والنشاط لغاية ساعات الصباح ممكن يكون فيه نقاش أو حوار أو ترويج لشيء أو إقناع بوجهة نظر عندك سرعة بديهة عالية قدرة على إيجاد الحلول ممتازة جدا والتعامل أيضا مع الإخوة مع الجيران رح تكثر عندك الاتصالات والتنقلات أما من ساعات الصباح فهنا التركيز كله بصير على الأمور البيتية والعائلية فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي اليوم يلفت انتباهكم فحاولوا أنك تحلوها بعقلانية دون تسرع برج الميزان ابتتحسن عندكم المعنويات وابتقوى الثقة بالنفس بشكل قوي جدا اليوم رغم أنه التركيز كله رح يكون على الوضع المالي في بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدايا ولكن حاولوا أنك تقللوا من مصاريفكم قدر الإمكان وفي نفس اللحظة ما تجازفوا ما تغامروا على المستوى المالي أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل للبيت الثالث معناته عندكم نشاط وحركة سفريات قصيرة اتصالات اهتمام بالسيارات بالإلكترونيات قدرة على الإقناع بالنقاشات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الطاقة عندكم عالية جدا حماسة هيك طاقتكم ممتازة عندكم سرعة بديها مرغوبين ومحبوبين من الجنس الآخر بشكل كبير اهتمام بالشخصية بالمظهر بالتجميل بالترفيه كل الأجواء ممتازة لغاية ساعات الصباح القمر بنتقل البيت المال فهنا التركيز كل اليوم بصير من ساعات الصباح على الأمور المالية فبتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن بعضكم يحصل على بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بدكوا تبعدوا عن المغامرة عن الرهان عن الحض لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح ممكن تعانوا من بعض الإضطرابات أو التقلبات الصحية مزاجكم مش مرتاح في نوع من أنواع الضغوط الموجودة عليكم أو ممكن الاكتئاب يسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح لا تتخذوا قرارات ولا تحسموا أي أمر أما من ساعات الصباح فهنا القمر بيكون موصل عندكم بتمتلقوا نشاط وحيوية بتنقلب كل الخيارات لصالحكم لتناسب توجهاتكم أو تناسب وضعكم الحالي بتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا تعتبر هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية بالمناسبات والعلاقات الاجتماعية ومنك أشخاص من الآن ولغاية ساعات الصباح ممكن يتوجه لهم دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء الأصدقاء ولكن حاولوا أنكما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم وفي نفس اللحظة طاقتكم بدأت تنزل تدريجيا أما في ساعات الصباح فهنا القمر رح يوصل لفيت المتاعب فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر وتعتبر هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في بيت السم على غاية ساعات الصباح فبتكون تحافظوا على هدوء أعصابكم وبرضو ما تتغيبوا عن عملكم رح يصير في نوع من أنواع التعامل أو تعاون ما بينك وبين المسؤولون عنكم في مجال العمل وأيضا الدفاع عن حقوق لا إلكم الأجواء شوي فيها نوع من أنواع التقلب فما بيجوز فيها مخالفة القوانين والمجازفات والمغامرات لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فهو هنا تنشطوا اجتماعيا وبين الأصدقاء وأشخاص منكم اليوم رح يشاركوا يا في حفلة يا مناسبة سعيدة يا إما اتصال من بعض الأصدقاء القدامى المهم النشاط الاجتماعي هو اللي فيه فايدة اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر مازال موجود في البيت التاسع لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيظل النشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب الدراسة والامتحانات والتنقلات والسفريات ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة في الشوارع المفتوحة وفي ساعات الصباح القمر بده ينتقل للبيت العاشر فهو هنا رح اليوم تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برضو الأجواء ممتازة على مستوى التعاون أو مطلب المساعدة من أحد الشخصيات أو أصحاب المناصب وبرضو لطلب أي شيء لعلاقة بالعمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء